السابع صباحا الخامسة بتوقيت جرانيتش مجاز الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة بقصر الاتحادية مع رئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدز عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين ثمن التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين صديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار ألية التعاون ثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان كما تم توافق بهذه المناسبة على تدشيل منتدى أعمال المشترك بين الجانبين وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية أعرب رئيس السيسي عن سعادته البالغة باستقبال الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس والترحيب بزيارته الأولى لبصر بعد انتخابه رئيساً لقبرصة وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين كما أكد على ثوابت رؤية مصر المبدئية إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط وكذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف وأكد الرئيس السيسي أنه أطلع نظره القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النخضة والتوصل إلى اتفاق قانوني منزم لملء وتشغيل السند يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وذلك بطلب أردني فلسطيني مشترك وبالتنصيق مع الإمارات والصين بحسب وكالة الأنباء الأردنية رسمية باترة أعلنت تايوان رصد طائرة صينية وثلاث سفن حربية بالقرب من الجزيرة جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنه تم وضع الجيش في حالة تأهب قصوى وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان تاينجوين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي كما نددت الخارجية الصينية بهذا الدقاء وأكدت أن بكين ستتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامت أراضيها في أعقاب التواطئ الخاطئ بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان ذكرت وكالة ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية رسمية أن كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التواتر إلى شفا حرب نووية بحد قولها من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تشمل أصولا استراتيجية أمريكية وقالت الوكالة أن تلك التدريبات تجاوزت حد التسامح لدى كوريا الشمالية معلنة أن بيونج يانج سترد من خلال عمل هجومي التقى رئيس الفرنسي مانويل ماكرون برئيس مجلس الدولة الصينية لي تشيانج ورئيس الجمعية الوطنية تشاوليجي في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين كما يستقبل اليوم الرئيس الصيني نظيره الفرنسي ورئيسة المفاوضية الأوروبية في العاصمة بكين وكان الرئيس الفرنسي قد أكد في مؤتمر صحفي عقب وصوله بكين أن الحوار مع الصين مهم وأنه لا يمكن السماح لروسيا بإجراء حوار حصري مع بكين تشهد فرنسا اليوم موجة جديدة من الإضرابات ضمن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة لإجبار الحكومة على العدول عن قانون رفع سن التقاعد وكانت نقابات العملية قد أعلنت فشل المحادثات مع رئيسة الوزراء إليزابيس سابورن حول إصلاح نظام التقاعد وقال بيان للنقابات أنهم أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة سحب قانون تعديل نظام التقاعد ختمنا مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترانيوز من خلال أبل سورد أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا جزيلا لطيبة المتابعة وتقبل تحياتي أنا لأشتاء الهتقاء شكرا جزيلا لطيبة الممتازم